السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنواصل اليوم في مادة الميكانيكا الهندسية طبعا من خلال الشابتر الثامن الشابتر هذا اللي هو عنوانه Kinematics of Particles يعني حركية الجزيئات طيب خلال المحاضرة الأولى من الشابتر الثامن هذا سنبدأ بأول شيء Introduction وبعدين سنشوف Rectorial Motion سنشوف Position Velocity and Acceleration سنبدأ بالمقدمة خلال المقدمة هذه هنشرح إيش محتوية الديناميكا طبعا احنا خلصنا استاتيكا هنبدأ اليوم بالديناميكا في الديناميكا هنشوف أول شيء اللي هي دراسة الكاينيماتيكس يعني الحركية الأسام لكن في الدراسة هذه هندرس الحركية متاع أي جسم كان لكن من غير ما نشوف السبب متاع الحركة يعني هندرس مثلا ناخذ الجسم هذا هيتحرك مثلا Velocity أو بتسارع أي لكن ما يهمني من المتسبب في الحركة مثلا يمكن تكون قوة F هي السبب في الحركة هذه يعني ما نهتم بالسبب متاع الحركة اللي يهمنا هو الحركة في حذ ذاتها هذا بالنسبة للكاينيماتيكس بالنسبة للكاينيتكس العكس يعني في الكاينيتكس هنشوف إيش العلاقة هذه مهمة كثير ما بين القوة الخارجية اللي هي موجودة على الجسم هذا في الماصف متاعت الجسم أو الشكل متاعت الجسم هذا والحركة في حذ ذاتها يعني حنشوف مثلا لو ناخذ جسم مناصف متاعه أم أكيد حيتحرك Velocity V وتسارع أي أكيد فيه قوة خارجية يمكن تكون أكثر من قوة مثلا F1 و F2 احنا حنشوف إيش العلاقة ما بين القوة هذه ما بين الماص وما بين التسارع أو السرعة في حذ ذاتها هذا هو يعني شو المعنى لما ندرس الكاينيتكس العكس ذلك اللي هو حنشوفه في الكاينيتكس طيب نفس الشي دراسة الديناميكة يعني في الكاينيتكس والكاينيتكس حنشوف نوعين من الحركة فيه ركترينيان موشن يعني حركة مستقيمة مثلا التسيرات هذه يعني تتحرك في حركة مستقيمة يعني إيش إيش لأنه تتتحرك على سترايت لاين يعني على خط مستقيم يعني حندرس البوزوشن والفلوسيتي والتسارع متاعة الأسام هذه على أساس أنها تتحرك خط مستقيم هذا هو ركترينيان موشن بالنسبة للثانية اللي هو كيرفينيان موشن يعني حركة بتكون يعني ملتوية مثلا الجسم هذا بتحرك حسب الكيرف هذه ما هي مستقيمة الحركة هذه يعني كيرفت لاين يعني حندرس نفس الشي البوزوشن والفلوسيتي والتسارع متاع الأسام هذه لكن بتكون يعني على كيرفت لاين لكن الكيرفت لاين هذي يمكن تكون في 2D ولا يمكن تكون يعني في الفضاء في 3D حنشوف اللي حين ركترينيان موشن يعني طبعا حندرس أول شي اللي هي الحركات لخط المستقيم حنشوف فيها أول شي البوزوشن وبعدين الفلوسيتي والتسارع مثلا اللاين هذي اللي هي المحور X يعني الجسم حيتحرك هذا البارتوكلي الجزيئة هذي بيتحركت من البوزوشن هذي لهذي يعني البوزوشن حنحده بالX طيب أول شي لازم نعرف أن الحركة هذه زي ما قلنا هي حركة مستقيم لكن نقدر نعرف من خلال البوزوشن يعني في كل زمن ممكن إذا كان عرفنا البوزوشن يعني الإحداثيات متعة الجزيئة هذه لازم نعرفها في كل زمن في كل زمن إذا كان عرفنا البوزوشن يعني هذه هي من خلالها نعرف الفلوسيتي إيش هي الفلوسيتي اللي هي يعني المشتق متعة الـ X على Time T بمناهة الـ Position هي X يعني المشتق متاحه يعطينا الـ Velocity وطبعاً المشتق متاعة الـ Velocity اللي هو DV عددT اللي هو هو نفسه يساوي المشتق الثاني متاعة الـ Position يعطينا التسارع يعني التسارع هو DV عددT اللي هو نفسه المشتق الثاني متاعة الـ Position طبعاً هذه لما تكون حركة حلقة مستقلة بالنسبة للحالة الثانية إذا كان ناخذ المثال هذا مثلاً يعطينا الـ Position يعني هذه جزائق تتحرك حسب المعادلة هذه متعت ال-Position اللي هي تتغير حسب الزمن نقدر نرسومها الكيرف هذه حسب الزمن متع نفس ال-Question هذه من خلالها نقدر نستنتج ال-Velocity ال-Velocity طبعاً اللي هي المشتقم متعة ال-X المشتقم متعة 6T Squared متعتين 12T المشتقم متعة T تقعيب يعني 3T يعني تربيع نفس الشي المعادلة هذه متع ال-Velocity نقدر نرسومها اللي هي تكون الكيرف هذه يعني تصبح يعني نفس الشيء لفلوسيتي شيء متغير بمعنى هالفلوسيتي شيء متغير حسب الطيب نقدر نسوي المشتق متاحها بنتحصل على التسارع اللي هو طبعا ناش ناقل ستة تي اللي هي المشتق متاعة المعادلة هذي بتكون الكورف هذي اللي هي المتغير أو الكوشن متاعة التسارع حسب المعادلة هذي طيب نكتفي اليوم بهذا القدر وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نواصل بقية الشرطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته